بحثت قيادة السلطة المحلية بحضرموت بالمكلم مع قيادة مرجعية قبائل حضرموت برياسة عضو مجلس الشورى رئيس المرجعية الشيخ عبدالله الكثيري سبول تعزيز أوضاع المحافظة وتحسين الخدامات العامة للمواطنين وجهود توحيد الكلمة لتحقيق مطالب حضرموت وإعلاء كلمتها وخلال اللقاء جدد المحافظة مبخوط بماضي مساندة جهود نيل مطالب حضرموت وتحسين أوضاعها وفق خطة التوافق العام لأبناء حضرموت من جانبهم استعرض رئيس وأعضاء المرجعية مساعيهم لتعجز التلاحم ورفض تمزيق النسيجة الاجتماعية وعدم اقتزال أزمة حضرموت في المشتقات النفطية وعدم الإنفراد بالصوت أو الرأي أو التمثيل واستمع المحافظة إلى جملة من المقترحات لمرجعية قبائل حضرموت التي تصب في مصلحة بناء حضرموت ترجمة نانسي قنقر